ميليشيات الظلام والدمار ومذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق أحالت أنوار ليليها إلى ظلام دامس بتدميرها الشبكة الوطنية للكهرباء وإخراج محطات التوليد والتحويل عن الخدمة وبما أنها جماعة تترعرع على أنقاض الخرب والدمار فها هي وبعد أن دمرت شبكة الكهرباء أنشأت محطات كهربائية خاصة بقياداتها بتكاليفة باهظة وجدت فيها وسيلة مهمة للتربح والإثراء المادي تقرير حكومية وأخرى خاصة كشفت أن مئات المولدات الكهربائية نهبتها الميليشيات الحوثية وتجرت بها على أساس أنها كهرباء تجارية خاصة بينما هي مولدات وشبكات حكومية سطت عليها ووزعتها على تجار وموالين لها بل وتجني منها إرادات شهرية بمبالغ ضخمة منها محطة حزيز والتي تتحصل منها نحو 300 مليون ريال شهريا وعندما وجدت الميليشيات من يحاول إعادة بصيص ضوء للمواطنين الذين يغرقون في الظلام أقدمت على اعتقال أحد المواطنين في العاصمة صنعاء واقتادته إلى السجن بسبب تزويده لسكان أحد الأحياء بالكهرباء وبأسعار مساعدة وصدرت مولده البالغ قدرته 150 كيلو بتهمة التعدي على منطقة تابعة لأحد المتنفذين الموليين للجماعة والذي يزود عددا من المواطنين بالكهرباء وبأسعار خيالية الكثير من سكان العاصمة صنعاء مشتركون بخط الكهرباء التجاري محاولين الخروج من الظلام الموحش والتمكن من قضاء حواجهم وتوفير رزقهم إلا أن هذه المولدات كانت بمثابة الداء الذي ينخر في أجسادهم ورغم أن البديل لهذه الخدمات هو الطاقة الشمسية غير أن القدرة الشرائية تمنع الكثير من اليمنيين سداد تكاليفها دفعة واحدة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشونها نهيك عن أن الميليشيات منعت مؤخرا استيراد الألواح الشمسية بهدف ترك المجال للمتاجرين بمعاناة الناس عبر المولدات التجارية التي تستثمرها لصالحها ترجمة نانسي قنقر